جول حلو جوا محمد صلاحA النهاردي جول حلو AKOY كلام ده جول محمد صلاح حلو AKOY كان في غضب واضح في سوط محمد صلاح كان في غضب واضح في كلام محمد صلاح الغضب ده مش عند محمد صلاح بس الغضب ده عنده كل لعاب المتخب فاكرين زيزو قال برضه في اولي البطولة تصريحات زيدي احمد سيد زيزو قال ان الناس بتشجع الفرق واللعابين اكتر ما بيشجعوا منتخب مصر الكلام ده واضح انه هو موجود في معسكر منتخب مصر دلوقتي ولو انت فكرك انه لعبي منتخب مصر والجهاز الفني ما بيفرجوش على السوشيال ميديا وما بيفرجوش على البرامج تبقى هلطان احنا دلوقتي وقت او يعني في وقت الناس كلها بتتابع كل حاجة بصوا بقى بكملة الصراحة بكملة الصراحة وانا قلت الكلام ده في الانترو ايوة من سنتين تلات اربعة فاتوا في جماهير عشان احنا ما بقاش كان يعني كان بقلنا فترة ما فيش جماهير في المدرجات بقيت الجماهير موجودة بس على السوشيال ميديا وكل واحد كل هدفه في الحياة انه يثبت ان رأيه هو اللي صح ايوة منتخب مصر بيلعب وحش عشان افشى مش في المنتخب شفت خسرنا عشان افشى مش في المنتخب ايوة منتخب مصر بيلعب وحش خسرنا عشان طريق حامد مش في المنتخب ايوة منتخب مصر بيلعب وحش عشان محمد صلاح مش بيدي للمنتخب زي ما بيدي لليفر ايوة ايوة منتخب مصر بيلعب وحش عشان فيه مجملات ايوة منتخب مصر بيلعب وحش عشان جهاز الفني فيه اهلوية ولا زمالكوية الناس بقيت عايزة المنتخب يخسر معلش وبقى هتكلم بمبالغة شوية ومش مبالغة بواقعية ده بقيت اغلبية الناس بقيت اغلبية جمهور الكورة بيفكروا بالطريقة دي دايما بحاول اغلب من الكلام اقول اقلية او عدد قليل من الناس هم اللي بيتكلموا كده لا فيه ناس كتيرة دلوقتي بقى الاهل والزمالك عندهم اهم من منتخب مصر ولو سألت ناس قريبة منك تتمنى الاهل اللي يكسب ولا منتخب مصر تحب تشوف الاهل يبيكسب على طول ولا منتخب مصر يقولك لا لا خلينا في الاهل يعمل الاهل ان شاء الله يكسب هو اللي بيفرحنا و هو اللي بيساعدنا تروح للزمالكوية يقولك لا 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 احنا يعمل زمالك فانا اشجع الزمالك و دي فرقتي و دي اللي بحبها و دي اللي مش عارف ايه الناس مش متربية في جيل طالع مش متربي على فكرة انه منتخب مصر ده بيلعب باسم مصر بحنا نتشجعه يقولك لا ده فريق كرة بالنسبة لي ما نجيش تقول لي مصر ما تحطش كلمة مصر جنبه انا بحب مصر وبنتامي البلدي بس منتخب مصر بالنسبة لي فريق كرة يا سلام مين اللي قال الكلام ده ده بقى فيه تأليف عارف انت بقى فيه لعبة في الدماغ والصفحات بقى صفحات ادعم لعيب الفلاني الفلاني عشان ما اتخدش المنتخب مصر ادعم اللعب الفلاني الفلاني عشان ما اتخدش المنتخب مصر من الفرقة التانية بص بقى تعالى نقول معا ضد كروش صفحة معا ضد كروش هاشتاج معا ضد كروش هاشتاج نعم لتدريب منتخب مصر او فلاني يدرب منتخب مصر عايزين حسام حسن حسام البدري هاب جلال اي اسم انت بتحبه تمام والمنتخب بيلعب في كاسرهم الافريقية المنتخب بيلعب وفي ناس بقى مع كامل الاحترام برضو مع كامل الاحترام وان كان هما ما احترموش منتخب بلدهم ولا بلدهم بس برضو مع كامل الاحترام يطلعوا في بعض الاماكن تليهم بقى يتريهوا على لعب يتريهوا على لعب ايه لدرجة التنمر يعني يتريهوا على لعب يتريهوا على مدرب وعادي كل الأمور دي يتعدي ما هو بيطلع ترند يا فرحتي بالترند منتخب بقى مش مشكلة منتخب مصر مصر مش مشكلة المهم بالنسباله انه يبقى ترند المهم بالنسباله انه سعره يعلى المهم بالنسباله ان الصفحة بتاعتي تعمل تفاعل المهم بالنسباله انه في رقائتي تكسب او في رقائتي تبقى في احسن حال المنتخب مش مشكلة فاكرين في 2019 حصل ايه فاكرين خناقة كبيرة بين اللاعبين والجماهير وهو احمد محمد الامراحض فيه ازمة فيه مشكلة وعشان تحس ان كلامي ده منطقي لو انت مش شايفه منطقي شوف كده حبك لفرقتك عامل ازاي بتبلع الزلط لاي مدرب بتبلع الزلط لاي لاعب لان عشان قلت كلمتين على مسيماني من كام يوم وقلت قابلهم على كارتلون النهاردة اقول حاجات مهمة عن كارتلون كمان يا خابة ربيد الدنيا قامت معادتش لما اقول بقى على كيروش اي حاجة مش مشكلة كيروش عادي ده مدرب المنتخب بس انت تسمع كلمة عن مدرب فرقتك لا حتى لو انت شايفه صح انت لو شايف ان هو مدام فعلا والمفروض انتقد لا بس ما حدش يجيب سيرته اي حد يتكلم على لعب في فرقتك لا 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 ما حدش يجيب سيرته يعمل له عايزه طيب ده ما بيلعبش وما بيلتزمش في الملعب وعنده مشاكل برة وجوه لا لا بس هو اعظم لعب في الكون نيجي بقى على منتخب مصر اصلي لا لا الاعب ده ما ينفعش اصطلو ده كان المفروض يلاعب فلان عشان ده بيلعب في الاهلي والفلان يلاعب في الزمالك اصطلو محمد انني وحش محمد انني وحش اصطلو محمد انني ملعبش في الاهلي والزمالك محمد صلاح كمان وحش تخيل محمد صلاح كمان وحش عشان ايه محمد صلاح ملعبش في الاهلي وزمالك محمد صلاح ده لو لعب في الاهلي وزمالك كده كده جمهور الاهلي هيبقى وراه في السراء والضراء وجمهوري الزمالك هيبقى وراه بس هو لابس بقى شيرت منتخب مصر انا ما عرفكش انت مش بتاعي انت لابش شيرت منتخب مصر لكن انا اهلي وزمالك انا تمام حسندك لكن منتخب مصر لا اعمليش دعوة بيك ونيجي بعد كده نقول اصلحنا ما عندناش جيل كويس من اللاعبين اصلحنا ما عندناش مدرب جيد بس هو لحقيقة الامر ان احنا كمان ما عندناش جيل جيد من الجماهير ما عندناش جيل جيد من الجماهير الكصة كلها بايزة الكصة كلها بايزة وعشان محمدش المسئولية لجمهور الكورة كلها لا فيه ناس بيطلعوا على الشاشة ناس بتكتب هم لهم مسئولية كبيرة في ده بصراحة انه اللي بيطلع يقطع في لاعب ولا يهين لاعب يهين يهين لاعب أنا أصد اللفظ يعني يهين لاعب ولا يهين مدرب هم دول اللي بيخلوا الناس البسيطة السهلة أو اللي يعني بيتتصق فيهم يقولوا زي ما هم بيقولوا لا لا ده فلان الفلان ده ما بيفهمش في الكورة المدرب ده ما مالوش فيها اللعيب ده ما ينفعش يلعب كورة أصلا بيعافش دايمينه زي شمالهم بيعافش ده بيلوش ايه ده والله حاجة انه أنا النهاردة هسيت صلاح قال اللي احنا مش قادرين نقوله من فترة عشان كده هو النهاردة شجعني بقى أقولك كلمتين اللي في قلب أنا كمان وفي قلب ناس كتيرة بصراحة انه الموضوع بقى مبالغ فيه بقى مبالغ فيه جدا والله انا شفت ناس انا دخلت رديتها على الناس على تويتر بطولة ما جماعة حرام عليكم في ناس بتقولوا ايه يا رب بقى منتخب مصر يخسر بكرة عشان نخلص من القصة دي يا رب بقى نقعة لا لا احنا اصلا منتخب دايب احنا اصلا منتخب اللي ما يستحقش يبقى بيوجود في البطولة احنا اقل وانده احنا اضعف منتخب في البطولة ايه ده ده انا فاكر في 2006 و2008 و2010 انا فاكرين يا جماعة الاعلام اللي كنا منحطها على البيوت من بره اعلام مصر فكنا ما كنا منمشي بالعربيات نغني ونشغل اغاني بقى يا حبيبتي يا مصر ونقعد نرفع الاعلام في الشوارع ونشجع ونفرح وسايتها قلنا حتى ان الكرة دي هي اللي بتعمل لنا كمان بتعيد لنا روح الوطنية تاني وقلنا ان الكرة دي مش حاجة سهلة ومش حاجة بسيطة دي بتشجعنا كمان على حب الوطن ايه اللي حصل ايه اللي حصل دعني حتى لما بنكسب متضايقين حتى لما بنكسب متضايقين وتيجي بقى تشوف الاهل يقال عماتش وحش نفس الرجل اللي بيهين المنتخب دلوقتي يقولك اصنو مش مشكلة انه المنتخب كسب بس الاداء وحش بس لو الاهل كسب باداء وحش لا لا احنا الاهل المهم المكسب بالنسبة لان احنا مش بتوع اداء تروح لزا مالك يا عم انت زمانك النهاردة كان بيلاعب ماتش وحش قوي قالك بس مالكش داوة المهم ان احنا كسبنا انت عايز تدقيني وخلاص طيب ما هو المنتخب كسب نفس اللفة صراحة صراحة النهاردة يعني طلع اللي في قلبنا وعنده حق مليون في المية المهم بالنسبة لان المنتخب بإذن الله بكرة يعمل نتيجة كويسة ولسه عند ساقة ان شاء الله ان احنا نرجع تاني ندعم المنتخب نكسب بكرة بس كوديفوار والامور كلها يحصل فيها تجميعة تانية نحب منتخبنا اي لا انا طول عمري كده اي لا بيلعب في المنتخب حتى لو بشجع فرقة ايه قدام لبس شرط منتخب مصر قاعدة شجعه واقعدة نطط وهيس باسمه مش فارق معي بقى لما يرجع بقى النادي ما تحبهوش شجع ضده لكن هو مع منتخب مصر هو اللعب بتاعك منتخب مصر ده بتاعنا كلنا فهذا من لبس شرط منتخب مصر بقى اللعب بتاعك دولات مش لعب فرقتك